لعنة سنوات الدم كما وصفها رئيس مجلس محافظة ديالة علي الديني وذريعة التورط بعمليات إرهابية مبررات وظروف صوغتها الميليشيات والأحزاب المتنفذة في المحافظة لخدمة أجندات باتت واضحة للعيان بعدما تحولت ديالة من سلة غذاء العراق إلى أرض جرداء غارقة بالهموم وصياط التغيير الديمغرافي خاصة بسبب كونها منطقة محاذية لإيران وضمن نطاق خط المرور الواصل ما بين طهران مرورا ببعقوبة في السوريا وصولا إلى شواطئ البحر المتوسط عند أقدام ميليشيا حزب الله اللبناني سنوات الدم وما وكبتها من أحداث في إشارة إلى الأعوام ما بين 2006 و2009 باتت تلاحق مزارعي ديالة وتهدد بخطف مصادر رزقهم أمام معضلة برزت في الأشهر القليلة الماضية بعد مطالبة السلطات بتجديد عقودهم الزراعية والتي تتضمن ضرورة توفر ما سمي بالتزكية الأمنية لهم رئيس مجلس ديالة علي الديني هكذا ندوائر الأمنية في المحافظة تعتمد على معلومات غير محدثة منذ عدة سنوات وهي مليئة بالدعوة الكيدية اعتمادا على تقارير المخبر السري لافتان لأن تلك المعلومات ستؤدي إلى إلغاء العقد الزراعي لوجود مؤشر أمني وبالتالي هو ليس السهداف لمصدر رزق المزارعين فحسب بل ضرب للأمن الغذائي للبلاد لجنة الزراعة في مجلس ديالة بدورها اتهمت الحكومات المتعاقبة بإهمال شريحة الفلاحين ما أدى إلى ترد الواقع الزراعي وتضرر المزارعين بعد تحوله لشأن ثانوي دون محاولة لإحيائه اللجنة الزراعية كدت أن 95% من الإنتاج الزراعي الذي كانت تصدره ديالة لباقي المحافظات وخارج البلد انتهى بفعل تدعيات العمليات العسكرية والنزوح وعدم وجود الدعم للفلاح فضلا عن الحدود المفتوحة أمام المستورد توجه فلح ديالة وتحولهم من مهنة الزراع إلى مهن أخرى بعد هجرتهم نحو المدينة لم يأتي من فراغ إنما يكاد أن يكون ضمن عمل وبرنامج ممنهج يستهدف الدولة شعبا وأرضا وكيانا